موسيقى منشوف مثلا اليوم في الكذب في التجارة وهذا النوع من الكذب بسبب الطمع والطمع بيسميه الكتاب المقدس الذي هو عبادة الأوثان محبة المال فيصبح صنم في حياة الإنسان وللأسف كثير من المسيحيين بيقعوا أيضا بنفس الخطأ اللي هو الطمع فكثير من أنواع الكذب حتى في التجارة مثلا بيكذب على شخص وبيرتكب خطية تانية بيحلف حتى يبرر الكذب أو عدم الصدق في كلامه في كثير مرات الكذب بيكون لتبرير أمر معين أو بسبب خوف معين إبراهيم مثلا أبو المؤمنين في الكتاب المقدس كذب لأنه خاف عندما ذهب إلى مصر داود النبي العظيم كذب ليخفي خطية شنيعة في حياته لكن الرب كشف وفضح هذه الخطية في العهد الجديد الكتاب المقدس بيتكلم في الكنيسة الأولى عن حنانية وسفيرة اللي باعوا أملاكهم ووضعوها أمام أقدام الرسل لكن ما أعطوا كل المبلغ كذبوا في المبلغ كذبوا على الروح القدس فسقطوا أموات ففي الكذب بالسياسة اليوم السياسيين بيستخدموا كتير الكذب حتى يربحوا شيء معين على اكتاف الناس اليوم منشوف كذب مشهور جدا الكذب في الدين يعني بتستخدم الناس أمور الدين والتجارة في الدين بتستخدم الكذب الكذب في الحرب والخداع الكذب مثلا على الزوجة الكذب اللي بيخفي الشخص أمر معين فالكتاب يعلمنا أن نتكلم بالصدق والاستقامة هذا تعبير عن الاستقامة الداخلية التي تنعكس إلى الخارج والطهارة الداخلية فأي كذب هو تعبير عن خداع وهذا النوع من الكذب يعيق نمو جسد المسيح وهذه الخطورة في هذا الموضوع